السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبال فصل ثاني في مادة اللغة العربية لسنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز للتباعة في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل PDF إذن نبدأ بقراءة النص ثم نجيب على الأسئلة زرت جدي الساكن بقرية صغيرة فبدت لي كصحراء قاحلة سألت جدي فقال إن هذه القرية التي تراها خرابا كانت منذ عشرين عاما روضة خضراء يرى أهلها السعادة في خدمة الأرض يسقونها بعرقهم ثم شرع الشباب يهاجرون الأرض وينسلون إلى المدينة طمعا في الحياة الناعمة اعتقدوا أن الأضواء البراقة ستفتح لهم باب النعيم سكنوا المدينة وصاروا يشتهون الخضر والفواكه بعد أن كانوا يبيعونها استبدلوا الهواء الطلق بدخان المصانع والعافية بالعلة انظر يا ولدي أشجار الزيتون تستغيث إنها صامدة صامتة تنتظر عودتهم إذا نعيد زرت جدي الساكن بقرية صغيرة فبدت لي كصحراء قاحلة سألت جدي فقال إن هذه القرية التي تراها خرابا كانت منذ عشرين عاما روضة خضراء يرى أهلها السعادة في خدمة الأرض يسقونها بعرقهم ثم شرع الشباب يهاجرون الأرض وينسلون إلى المدينة طمعا في الحياة النعمة اعتقدوا أن الأضواء البراقة ستفتح لهم باب النعيم سكنوا المدينة وصاروا يشتهون الخضر والفواكه بعد أن كانوا يبيعونها استبدلوا الهواء الطلق بدخان المصانع والعافية بالعلة انظر يا ولدي أشجار الزيتون تستغيث إنها صامدة صامتة تنتظر عودتهم إذا نبدأ بأسئلة الفهم قال ضع عنوانا مناسبا للنص النص يتحدث عن الريف وعن هجرة الشباب إلى المدينة إذن العنوان المناسب للنص وهو هجرة الريف أو هجرة الأرياف أو الهجرة إلى المدينة إذن هجرة الأرياف ثم قال في السؤال الثاني لماذا هاجر الشباب إلى المدينة لدينا هنا ثم شرع الشباب يهاجرون الأرض وينسلون إلى المدينة لماذا طمعا في الحياة النعمة إذن هاجر الشباب إلى المدينة هاجر الشباب إلى المدينة لماذا طمعا في الحياة النعمة في الحياة الناعمة هاجر الشباب إلى المدينة طمعا في الحياة الناعمة ثم قال استخرج من النص كلمتين متضادتين معنى الكلمة وضدها موجودتان في النص لدينا هنا استبدلوا الهواء الطلق بدخان المصانع إذن الهواء الطلق والدخان إذن كلمتين متضادتين أيضا والعافية معنى هو الصحة والعافية بالعلة إذن العلة هي المرض إذن والصحة بالمرض إذن العافية والعلة أيضا كلمتين متضادتين إذن العافية والعلة إذن العافية تعني الصحة والعلة تعني المرض ثم مع أسئلة اللغة قال يستخرج من النص ما يلي فعل مضارع فعل أمر صفة ومضاف إليه هو اسم مجروف إذن نبدأ بفعل مضارع قال زرت إذن زرت هو فعل هل هو فعل مضارع لا في الماضي نقول زرت في المضارع أقول أزور فبدت إذن بدت هو فعل في الماضي نقول بدت في المضارع نقول تبدو سألت في الماضي كانت مدعج عاما روضة خضراء يرى في الماضي نقول رأى في المضارع أقول يرى إذن يرى هو فعل مضارع يرى فعل مضارع أيضا نبحث عن فعل مضارع آخر لدينا تنتظر إذن في الماضي نقول انتظرت في المضارع أقول تنتظر إذن تنتظر أيضا فعل مضارع لدينا فعل أمر أو فعل أمر استخرج من الناس فعل أمر إذن لدينا في آخر الناس هنا انظر يا ولدي إذن هو يأمره يأمره بالقيام بفعل وهو النظر إذن قال له انظر إذن انظر هو فعل أمر انظر الآن الصفة قلنا الصفة تتبع الموصوف في كل شيء إذن هنا لدينا زرت جد الساكن بقرية صغيرة إذن قرية جاءت مؤنث أيضا صغيرة جاءت مؤنث إذن هنا القرية هي الموصوف هي الشيء الذي نصفه أما صغيرة وهي الصفة إذن قرية قنا جاءت بالكسر أيضا صغيرة جاءت بالكسر صغيرة مؤنث أيضا قرية مؤنث صغيرة جاءت نكرة بدون ألف ولام أيضا قرية بدون ألف ولام صغيرة مفرد أيضا قرية مفرد إذن صغيرة وهي صفة أيضا كصحراء قاحلة نلاحظ أن قاحلة تبعت الصحراء في كل شيء إذن قائضا قاحلة وهي صفة إذن لدينا صغيرة صفة ثم قال مضاف إليه قلنا المضاف إليه هو اسم معرف بالألف ولام ويأتي بعد اسم النكرة معنى الكلمة التي قبله لا يوجد فيها ألف لام تعريف ويكون دائما مجرورا معنى فيه الكسرة في آخر حرف إذن ننظر إلى النس كانت مدعشين عاما روضة خضراء هل خضراء هي مضاف إليه؟ لا قلنا تأتي معرفة بالألف ولام ومكسورة في آخر حرف أهلها السعادة في خدمة الأرض إذن الأرض جاءت مكسورة وجاءت معرفة بالألف ولام والكلمة التي قبلها جاءت نكرة لا يوجد فيها ألف ولام إذن الأرض وهي مضاف إليه يسقونها بعرقهم ثم شرع الشباب يهاجرون الأرض وينسلون إلى المدينة طمعا في الحياة الناعمة هل الناعمة هي مضاف إليه؟ لا لأن الكلمة التي قبلها جاءت معرفة بالألف ولام مفهوم؟ إذن قلنا الأرض مضاف إليه نعيد المضاف إليه قناية دائما مكسورا ومعرفا بالألف ولام والكلمة التي قبله تأتي نكرة بدون ألف ولام ثم قال اسم مجرور الاسم المجرور يأتي بعد حرف جر دائما الاسم المجرور يأتي بعد حرف جر هنا لدينا بقرية إذن بي هو حرف جر قرية هو اسم مجرور كسحراء إذن كا هو حرف جر سحراء هي اسم مجرور إلى المدينة إذن المدينة أيضا اسم مجرور لأنها جاءت بعد حرف جر أيضا في الحياة إذن الحياة هو اسم مجرور لأنه جاء بعد حرف جر إذن نكتب مثال الحياة ثم قال أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص لدينا أول كلمة وهي شارعة إذن شارعة هل هو فعل أم اسم أم حرف إذن شارعة هو فعل في الماضي أقول شرع في المضارع أقول يشرع إذن شارعة هو فعل ماض إذن شارعة هو فعل ماض دائما قلنا ماض تأتي بعدها مبني إذن هو فعل ماض مبني على ماذا على الفتح أو على الفتحة الظاهرة على آخره مفهوم الآن الهواء الطلقة إذن الهواء الطلقة إذن استبدلوا إذن هو فعل بعد الفعل يأتي الفاعل من هم الذي استبدلوا استبدلوهم ماذا استبدلوا استبدلوا الهواء إذن الهواء وقع عليه الفعل ونأتي بسيغة السؤال ماذا ماذا فعلوا أو ماذا استبدلوا استبدلوا الهواء إذن الهواء وهو مفعول به والمفعول به يكون دائما منصوبا إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وسيغة السؤال نستعمل ماذا لنجد المفعول به ماذا فعل أو ماذا فعل ماذا فعل أو ماذا فعل نجد المفعول به وهو الذي وقع عليه الفعل الآن الهواء الطلقة إذن نلاحظ أن الطلقة جاءت معرفة بالألف ولام أيذن الهواء معرفة بالألف ولام الطلقة جاءت منصوبة أيذن الهواء جاءت منصوبة الطلقة جاءت مفرد مذكر الهواء أيذن مفرد مذكر إذن الطلقة تبعت الموصوفة في كل شيء إذن الطلقة وهي صفة إذن صفة كيف تأتي الصفة الصفة تتبع الموصوف تأتي منصوبة وتأتي مجرورة وتأتي مرفوعة إذن هي تتبع الموصوف إذن هنا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها الفتحة الظاهرة على آخرها ثم قال علل سبب كتابة الهمزة في الكلمات الآتية سألت ومؤثر إذن هنا لدينا همزة متوسطة في الكلمة الأولى كتبت على الألف وفي الكلمة الثانية كتبت على الواو إذن ثالثا لدينا التعليل على الهمزة أو على كتابة الهمزة إذن الكلمة الأولى سألت والكلمة الثانية مؤثر سألت ومؤثر إذن سألت ونقول كتبت الهمزة دائما نكتب بهذا الشكل كتبت الهمزة على الألف ثم نكتب لماذا؟ كتبت الهمزة على الألف لأنها أولا نكتب حركة الهمزة ثم نكتب الحركة التي قبلها إذن نقول لأنها جاءت مفتوحة لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها مفتوح أنها الحركة تعالى الهمزة جاءت بالفتح أيضا الحركة الحرفة التي قبلها جاء بالفتح ثم في الكلمة الثانية أقول كتبتي الهمزة على ماذا؟ على الواو إذن هنا كتبت على الواو لماذا؟ لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها مرفوع لأنها جاءت مفتوحة وما قبلها مرفوع مفهوم؟ إذن دائما أكتب كتبة الهمزة ونلاحظ على ماذا كتبت على الواو أو على الأيف أو على النابرة وأقول لأنها جاءت ونكتب حركة الهمزة وحركة الحرفة التي قبلها مفهوم؟ الآن قال حول الجملة الآتية إلى الجمع انظر يا ولدي الأشجار تنتظر عودتك إذن هنا رابعا لدينا التحويل إلى الجمع حول جملة أتي إلى الجمع انظر يا ولدي أقول انظر يا أولادي انظر يا أولادي الأشجار تنتظر عودتك أقول الأشجار الأشجار تنتظر عودتك الآن مع الوضعية الإدماجية قال الريف جميل المنظر خال من التلوث أكتب ثقرة من بضعة أسطر تصف فيها جمال الطبيعة في الريف إذن نأتي بورقة ونكتب المقدمة والعرض والخاتمة قلنا في المقدمة دائما نعيد سياغة الوضعية الإدماجية لدينا هنا الريف جميل المنظر خال من التلوث نكتب مثال يتميز الريف مثال يتميز الريف بماذا؟ بحياة هادئة بحياة هادئة وبسيطة ومناظر ساحرة إذن هذه المقدمة نترك أولا فراغ لنبدأ في المقدمة ثم في العرض نتحدث عن جمال الريف لأنه قال استصف فيها جمال الطبيعة في الريف إذن في الريف لدينا هنا لدينا الريف ماذا يوجد في الريف؟ يوجد مناظر جميلة أيضا ماذا يوجد؟ يوجد هواء نقي أيضا توجد طبيعة ساحرة أيضا توجد الخضر والفواكه إذن يغرس سكان الريف كل ما يحتاجونه من أكل أيضا توجد حياة هادئة إذن هذه الأشياء الموجودة في الريف أيضا لا يوجد ضوضاء لا توجد ضوضاء معناه حياة هادئة إذن الآن نكتب في العرض نترك أيضا مسافة صغيرة ونكتب مثال الريف الريف هو المكان المفضل لي المكان المفضل لي هواؤه لماذا؟ هواؤه نقي وأرضه واسعة وأحس فيه براحة كبيرة لا ضوضاء لا ضوضاء ولا دخان سكانه ماذا يأكلون؟ سكانه يأكلون ما يزرعون إذن هنا نتوقف في العرض الآن في الخاتمة هل تريد العيش في الريف؟ نعم أقول فما أجمل فما أجمل الريف وما أحلى العيش فيه وما أحلى العيش فيه إذن نعيد قراءة الوضعية يتميز الريف بحياة هادئة وبسيطة ومناظر ساحرة الريف هو المكان المفضل لي هواءه نقي وأرضه واسعة وأحس فيه براحة كبيرة لا ضوضاء ولا دخان سكانه يأكلون ما يزرعون فما أجمل الريف وما أحلى العيش فيه إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو لنهار اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر